السلام عليكم بالزعف الجمود العاطفي الحقيقة الناس بزف أسر جزائرية تعاني معاناة شديدة من أن العلاقات لدخل الدار متراقضة إما فيها أمبيونس بزف الدارة جاء تخلص علينا بالأمبيونس الضغوطات والدوز والمشاكل شغول التقافة شغول كما نقوله إحنا شغول سوسيال كي ينتفاعل بزف كي يدسارة بزف الدارة جاء تخلص بالخسارة في الجيه المقابلة كان برودة في العلاقات اليوم نحكو البرودة في العلاقات ما كانش تفاعل الناس مبرونش مع التليفونات هذا داخل كل واحد يهو كل فوق مختلف ما تعرفش شو يدير لآخر وش حياته وش كيل وشو يدور في راسه كل واحد مستقل بالدنيا هو ما صح فاميليا ما صح ما جموعة أفراد لداخل دار تقول جيران يعني لداخل المتواجدين مصح ما يهدروش بلاتهم بكيش تفاعل بيناتهم عادة المشكل هادا منين يسرى يسرى شغولنا حيطولو جمود عاطفي جمدت الجانب العاطفي تجمد أحيانا باش تحلو نيموه جينيو بولي لازم له حواج كبار ولازم تتبدل عقلية كيما احنا توعنا في تزير بزاف لي كل ما تضلعه ويقولك لازم يموتو ناس ويجو ناس جازم جيل جديد وواحد يقولك لازم تلت أجيال واده قاما كيش منهم كيب بوسبيتي تعتغير بلايما يروح جيل ويجي جيل وكيب زيف تقنيات تعتغير احنا ان شاء الله في الحصص نعودو نمدو دي زيكسون بتاع مجتمعات كيف صارهم صدامات كيجيهم موجة تعتغير كبيرة كيش يجي حادث معين مم يفرحهم يزرع بيناتهم أشياء تعتيقها الى اخير المهمة ده موضوع اخر احنا نتصورو بالليدوك باش نحول جمود الحاطية في هذا ونحركو الحالة لازم نحولو الكبيرة لازم ناليتساعة لازم نالفيلة لازم نالضراهم لازم تخرجو متل دي ريستوران شيء كلا ويه احيانا الديبوند عفاس سلوكيات بسيطة بسيطة تقدر تديرها باتر جزائري جزائري عندو عقديم الدور دا حمارة لمرتو البنساء قال يحبوه بينسوه الحميصه مطلوبه العدس مطلوب بسيطة يحبوه ورده حمارة ورده حمارة وعن تاعد الورد شغول علامة تأرتيح نفسي هدية احيانا الورده تسوي كتر من حاجة يتسوي غالية عليها ورده دي خمستاش ناف عشرين ألف ممكن تجيب لها حاجة غالية عليها تجيب لها بيل تأستينها في ثمانين هلف مئة هلف ما يعجبهاش ورده صانجس محنا عندنا عقدة ما قدوش يمشو بورده في الزنقاء يمشو غاليجان وفي سين فالونتان شوفوه ميدورو عقدية سين فالونتان شوفو ميدورو بلورد قاعد يدورو بلورد دريس غاليجان احنا الكبار نحشمو في الوقت اللي ما كحتاجة تقول حرام وما كحتاجة حاجة تقول لك تقليد على خاطرش احنا ما نجرح ندوره لسين فالونتان المشكلة هده كيشيت حل احيانا سهل حشمت تبشي بورده روح شري صاشيك حل وغطيها قوله وغطيها لي كفريها لي ديرها لداخل صاشي شويخشين كفريها ومشي بيع ما عنيش اك نحيت المشكلة تا المجتمع اللي قعدوا يخزروا فيك شغل انسان غريب جيت مالما مع بي جيت مالليس باس ولو انه ضايرة شوية نقصت مي بصح الجسد في حداته منيح كي تدخلوا للدار تحت ايها المرتك سهل الجسد منيح هذا هاي الجسده تفرح بيبزا انتا ما عندوش عندك انتا ما عندوش قيمة مي بصح هو المهم الطرف الاخر وش قيمته عندك كما احنا كنتعملوا حنا كانت مع الدريسغار الموند الموند العالم لازم نتعاملوا كل وحد فينا يتعامل هو عنده مدك هو الموندريال احنا عدنا جياها ما انت كي نحبون يبنو شبكة علاقات لداخل دا ونحول جمود العاطيفين لازم نتعاملوا كل واحد فينا يتعامل مع الاخر هل احسب سخصيته هل احسب لاش تاعه هل احسب الاهتمامات تاعه الانشغالات تاعه قدت لان نحكيه بيناتنا كي نحكيه بيناتنا جاولي دك يحكيك على حاجة انتك تشوف فيها تفا دارو طويش في كلاسة امور ما على باليش انا امور من هده نوع ضحك واحد في كلاسة صاله وقداش بعضك انت بنسباليك شغل حاجة جيح انت كبير صح اسمعوا لانه هو او يخرج طاقة ايجابية كي تسمعون تايا مرتك يتحكيك على اشياء انت تشوف هتافها ما يمموكش هي في الصح سي امبورتون بالنسباليها دك تحكي له على فلسطين وربما تحكي له على المشاكل تاع الخدمة ولا السياسة ولا بوتين اوكرانيا هي بالنسباليها جيحة ما يماش من الصح دل القوستوك دل القوستوك تسمعك باش يكون نخرجوه من الجمود الحاطي فيك انت ولدك ما يسحقش تروح معه للمسيد ما يسحقش تجيبه للمسيد تحوش تخسر مرة على مرة تروح تسنه يخرج يلقاك يزوخ بك قدم صحابه يفرح قدم صحابه قال هوا بابا امشي معهم في الطريق امشي معه صحابه صحابه ومشين اخمس معهم قسر معهم قولهم صباح الخير قولهم بسن الخير وش قليته اليوم قسر معهم وما تقسرش معهم حاجة سيرية قسر معهم حاجة طرفيهية وتزرع بيها شغول تحسون باللي هما مهمين اوقعت قدم ولادك اوقعت قدم ولادك مثلا امبرونشي مع التليفون قولوا ما عليش قاعد يقدامي بنتي قاعد يقدامي اكي مع التليفون اكي مشغولة ما عليش قاعد يقدامي لانه قدام بعض ديجا اصلا منيحة كتواصل عش القليجان يعيطوا لبعضهم مضيورة مضيورة يعيطوا لبعضهم باش يتلاقوا باش كلوا ادي يكونوا نكتوا في المونتاو بالصحة الشعور باللي اكي موجود قدامو تعاون متفكرك يكوننا صغار امهات تانا ماشي دي ضون تيست وما كانوش لي موايا كي توجعك الدرسة واش الدير ادي وجع فيك الدرسة ايما كما تقدر ديلك وش عد ديلك ديلك قرنفل وش عد ديلك تعتك كاشي تاع انتا تقول لها لاماك تنوضها لاماك تقول لها درستات وجع فيها هي مدر تكوال ومسحة انت تحس تحس بلي كين واحدة ويشعر بالقلم بتاعك تقول ترتاح لفين يتحس بلي كين واحد قدامك ترتاح علش الام قادر وليدها مثلا قادر ينوض يدي القهوة وحده ويدير ادكسون دويتش وحده والله يدير معجون يدي ما ممسحة لفين يتنوض أم قدامه وليدها وليدها يقدر يسقوى بلا بها تحس بلي فاميليا كيتحرصوا على فكرة انه تتعشوا كيف كيف تتعشوا كيف كيف فاميليا الصرف كنا دايما نديروا الفكرة تعام قداش دراهم قداش دراهم قاصب شنا كلوا منح احيانا والاصل وش يقولك يقولك التفطر منح وما تعشاش منح احنا في العادات تانا لي باش نقدرون ندعموا العاطفة العائلة ما نفطروا شو منح خاش الله بالأب ما يكونش في الضار عادة الأمة تكونش في الضار نطبعوا في الفطار في العشان سيونديروا حاجة منح باش نجبدوا الدرالي إلينا للجو العائلة نرشوهم بالماكلة كيما ما في نديروا في رمضان نكطروا طابلات على رمضان نعمرواها بيا باش نرشو الدرالي باش نجبدوهم يجوا علاج الكرشم يجوا يقعدوا معانا ومبعد احنا هذا هدف حداته نتواصلوا ما توصلناش بالسن تواصلوا بالحاوز تانا بالرقار يعني في الحقيقة الجمود العاطفي نقدروا نخرجوا منه بحاجة قليلة بديجا الصغار بطرعهم قلال مش شرط لازم نبدلوا قحياتنا باش نخرجوا من دائرة الجمود العاطفي ترجمة نانسي قنقر